شكرا الشقيقة مرض شائع جدا جدا أكثر من ما نتصوره يعني معدل 15% من العالم في عندهم شقيقة 15% هو رقم كتير كتير كبير 15% من سكان الأرض عندهم الشقيقة يعني نتصور قديش هو شائع طبعا ممكن يكون واحد يجي مرة بالسنة وممكن يجي 15 مرة بالشهر الشقيقة هي مرض كتير مثل ما بالتقرير كان قلته أنه كتير بيأثر على حياة الشخصية اليومية بيأثر على الإنتاجية بيأثر على النفسية بيأثر على كل حياة والشخص يلي عنده الشقيقة حسب قديش التكرار طبع هالحالي هي مرض كتير مزمن وهو مرض جينيتيك يعني هو خلقه الواحد بيخلق فيه وبيبقى كل حياته وراسي وراسي ما بيوقف ما أنه والله هو شغلة والله فيه فينا نداويها لأنه موجودة بالكروموزوم طبعا لما نقول الشقيقة دكتور هل نقصد بأن فيه نصف شق وشق آخر لا يصاب لا الشقيقة وبيسموها كمان الصداع النصفي أنه هي نصف الوجه فكتار بيفكروا أنه هي معناتها بس النص هو بالحقيقة مضبوط أنه كتير أوقات تكون جهة واحدة نعم بس أوقات تانية ستين بالمئة بتكون جهة واحدة واربعين بالمئة بتكون الجهتين أو بتبلش بجهة بترجع بتروح للجهة التانية لكن من شدة الوجع في هذه الجهة اللي هي أكثر فيها إصابة يعتقد الشخص بأنه فقط في جهة واحدة ولا لا؟ مش ضروري بس أكتر الأوقات بتبلش بجهة وترجع بتروح للجهة التانية بتصير الجهة التانية أكتر يعني المريض لما نسأله أي جهة اللي بتجعك أكتر فيه مرادة اللي بيقولوا أكتر اليمين بس أكترية المرادة بيقولولنا أوقات يمين أو أوقات شميل وما بيقدروا يحددوا أي جهة هي اللي بتنصاب أكتر لأنه جهتين أوقات اليمين أو أوقات الشميل فهي مرض وراسة وراسة ما معناتها أنه بد مئة مئة من الحالات الأهل عندهم ولكن موجودة بالكرموزوم ولكن في ستين بالمئة من الحالات موجودة بالعيلة ستين بالمئة موجودة بالعيلة وأكثر من الأم مما هو من الأب حوالي 70% من الأم وحوالي 20% من الأب ولكن كثيراً أوقات كمان من نلاقيها يعني 30 أو 40% ما في حداً بالعائلة عنده الشقيقة وبتجي ولكن موجودة بالكروموزوم سأبت هالكروموزوم تجيب ومعن عمل عند هالشخص هالمرض كون صفة متنحية موجودة نعم تماماً هل هو عبارة عن وجع عادي صداع عادي يجي ولا يجي صداع بزيادة يعني لما نقول الشقيقة بما أنها تجي مثلاً يمكن في الشهر خمس مرات ست مرات وهذا طبعاً يمكن ما يكون اعتيادي بالنسبة للشخص السليم أو الصحيح هل الوجع يجي بنفس الطريقة اللي يجي فيها صاحب وجع الرأس أو الصداع في فترات معينة تغيير الجو مثلاً وكذا إجمالاً يجي بنفس الطريقة بنفس الطريقة يعني إجمالاً التشخيص تبع الصداع النصفي أو الشقيقة هو تشخيص عيادي وهو منه تشخيص لا صوري ولا أي فحوصات ولا في أي فحص يلي بقلنا فيه الشقيقة الفحص الوحيد هو الفحص السريري هو المريض الوصف تبع المرض يلي بقلنا هل هي شقيقة ولا لا المرض هو عبارة عن عدة عوارد لما نجمع هالعوارد مع بعضها نعرف إنه هيدا هي الشقيقة يعني العوارد الأساسية تبع الشقيقة هي وجع الرأس بينفض نفض بحس الواحد بالنبض من جهة ممكن يحس بغثيان ممكن يحس بمدايق من الضو أو مدايق من الصوت هول هن الخمسة إذا ثلاثة بينهم موجودين معناتها هيدا الشقيقة لكن لا يعرف مثلا ما يحطون مثلا في أثناء الفحص على جهاز يكشف العصاب سيارة العصاب ما فيه ولا جهاز يلي بيبين الشقيقة يعني لما نعمل فحص منكون عم نعمل فحص تنتأكد إنه ما فيه شيء تاني مش تنشوف الشقيقة يعني اللي يسموها ترول آوت تنلغي شيء تاني إذا كان عنا شك شوي بالوصف تبع الوجع تبع الصداع ساعتها منعمل الصورة أو منعمل تقطيط أو منعمل شيء تنتأكد إنه ما فيه شيء تاني بالأخص لما الصداع يكون جديد يعني إجمالا لما المريض يجي يقلنا أنا عندي هالصداع من عشر سنين منعرف إنه هذا صداع نصفي إنه هذا هو الشقيقة ما نتغرب نتأكد يعني لما يوسف لنا كل العوارد لس لما شخص يقلنا ولا أنا بحياتي ما وجعني راسي وعمره تلاتين سنة ويعطينا الوصف تبع الشقيقة مظبوط بس يعني شيء جديد دايما بخوف أكتر من الشيء القديم صحيح شخص اللي عنده إياه من عشر سنين بنعرف إنه خلاص واضحة بينما ما شخص جديد بقلنا بحياتي ما وجعني راسي هون يلي ببليش نفكر أوك لحنا نعمل فحوصات بس ما في ولا فحص يلي ببين الشقيقة في فحوصات يلي بتلغي أسباب تانية تلغي أي فرضية ثانية إلا الشقيقة أي فرضية ثانية هذا أهم شيء يعني أنك تنحي كل أمراض الأخرى لحد ما تتأكد بأنه فعلا هذا المرض هو الشقيقة لأن تحدثنا عن هذا الموضوع يعني من الناحية الوراثية دكتور هل العوامل الوراثية تبدأ في بالظهور إذا كان الشخص عنده شقيقة أو غيرها في السنوات الأولى من أمره ولا يمكن أنه تمتد مثلا تبدأ في السن الأربعين على سبيل المثال 80% من الحالات بتبلش قبل عمر 16 سنة قبل 16 و20% من الحالات بتبلش بعد 16 سنة قليل كثير لك تبلش بعد 30 أو 35 عادة قبل وممكن نشوف أولاد عمرهم 4 سنين و5 سنين و6 سنين يلي عندهم الشقيقة بيجوا لعنا الوصف يلي عم يوصفوه طبع الصداع طبعهم بالمية مية واضح هذه الشقيقة وأكتر لأوقات من لاعي أنه بالعائلة فيه موجودة الشقيقة يلي انتقلت لها الأولاد بس بأي عمر ممكن يجي بالأخص بالأعمار الصغيرة فيه هناك مجموعة تسمى مجموعة أورا شو هذه المجموعة؟ الأورا هي نوعين من الصداع النصفي من الشقيقة فيه الصداع النصفي يلي بدون أورا والصداع النصفي يلي مع أورا الأورا هي عوارض معينة بتبلش قبل ما يجي الصداع بتخلي أنه المريض يعرف أنه لح يجي الصداع الصداع اللي عنده المريض اللي عنده الشقيقة بيعرف قبل ما يجي الصداع عادة من نصف ساعة بساعة بيقدر يعرف أنه لح يجي الصداع وبكون بابل للصداع يبلشوا عوارض معينة وهالعوارض معينة الحقيقة بتختلف بين مريض ومريض في مرادة بيقولوا صارنا نشوف مثل نجوم في مرادة بيقولوا بطلنا نشوف حول النظر يعني المنطقة اليمين أو الشمال كأنه مسكر مرادة بيصيروا يشوفوا ألوان معينة مرادة بيصيروا يسمعوا أصوات مرادة بيحسوا بتشنجات بعضلات معينة كل مريض بيصفر بشكل معين هيدا يلي منسميها الأورا يلي الصداع ما بلش بلشوا عوارد تانية غير الصداع والحقيقة هيدا الأورا أحيانا بيكون في عوارد صعبة يعني في عوارد هينية اللي مثل ما وصفتها بس أحيانا في عوارد تجي قواب كتير يلي ممكن المريض يفكر حاله عنده جلطة أو عنده شي يعني بيختفي مثلا النظر كليا بيبطل يشوف أو بيبطل يقدر يحكي أو بيحس بتنويل أو ضعف بييد أو بيجر أو عوارد ريلي بيفكر للواحد إنه هيدا شيء أهم بكتير من الصداع النصوية بس هو بالواقع لما نشوف كيف تطوره بنعرف إنه لا هيدا الصداع النصوية هيدا اللي بنسميها هيدا المريض بيحس بعوارد بتخوفه من شغلات تانية بس مرة وراء مرة بيحس بيعرف الحقيقة واللي ما فيها الأورا اللي ما فيها الأورا دغري يبلش الصداع أيهما أخطر ما في خطر لا هيدا في خطر ولا هيدا يعني علاقة لو عندك أنذار بحدوث موجود المرض أنذار بحدوث الصداع بس هي الما يدرين لا 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 المشكالية الدكتور أختاني عامب الخير المشكالية لك إذا كنت تسوق سيارة على سبيل المثال أنت الآن في الشارع ومثل هذه الأوارض ما تجيك تجيك فجأة يمكن يختفي عندك النظر وانت قاعد في السوق، هناك خطورة عليك. لا يأتي بلحظة مثل بالجلطة. يأخذ كم دقيقة طيوساً. فالمريض يحس على حاله يستطيع أن يصف على جنبه. لا، ولا مرة بسبب الشقيقة أن الواحد عمل حادث سيارة أو عمل شيء نوع هذا. الحقيقة لا يوجد خطر. هي صداع النصف ما نخوف منها كمرض، نخوف منها كعوارد. ليس كمرض أو كتودي له شيء. ولا مرة بتودي له شيء. إلا حالات نادرة جداً. يلي ممكن تصير هذه بالحالات قصوى جداً. بتصير حالة على على كذا ألف. يلي أنه أحياناً ممكن تعمل شغلات تشبه الجلطة. ولكن هايدي حالات قليلة جداً. هايدي لما نفسر شو سبب الشقيقة منقدر نفهمها شوي أكتر. هل الشقيقة أيضاً تكون هل الضغط السبب من أسباب الشقيقة أم العكس؟ الضغط العام. الضغط الدم يعني؟ يعني ضغط الدم. ضغط الدم ممكن يزود الشقيقة بس ما أنه السبب تبع الشقيقة. مش السبب. ولا مرة. يعني ضغط الدم العالي ممكن يعمل صداع. مش صداع نصفي. ممكن يعمل صداع. والوصف تبع الصداع تبع ضغط الدم ما بيشبه كلياً. الشقيقة بيش. المريض بيصير يتشكه من وجع من ورع أكتر. نعم. عم يطلع لفوق. بس ما بيتشكه من وجع من هون وبإحساس بهالنبض معه. بينما للشخص يلي عنده الشقيقة إذا طلع الضغط بتزيد الشقيقة. نعم. عرفت كيف؟ معنيتها مش هو السبب. هو من العوامل اللي بتزود الشقيقة لما تكون موجودة. نعم. بس منه سبب للشقيقة. ولكن الشقيقة أيضاً تسبب في موضوع الضغط على ضغط العين وغيرها يمكن. لا ما بتأثر كلنا. لأن في بعض الناس المصابين بالشقيقة دكتور يعني. بيصير بيحمر عينه. تحت أتحمر والدمع. هاي دي غير شي. هاي دي الحقيقة قسمتين هي اللي كمان لازم نحكي عنا شغلة ما نسميها الصداع العنقودي. العنقودي. دكتور بنتكلم عن الصداع العنقودي. لأن أيضاً هذه من الأشياء الضرورية للمشاهد أيضاً يحق لأن يعرفها. ولكن ناخذ أفاصل قصير مشاهدين الكرام. ومن ثم لنا عودة. ابقوا معنا. طول الوقت بالدماغ من منطقة لمنطقة. وبتعمل كل هالعوارد اللي بتأثر على صداع الدماغ ما بيوجع. نعم. يعني نحنا لما عميوجعنا راسنا. اللي عنده الشقيقة. الدماغ خلايا الدماغ ما بتنوجع. يعني حتى لما يعملوا عملية. حتى لو دقروا أي منطقة من الدماغ ما بتنوجع. اللي بتنوجع هو الأعصاب اللي حولها الشرايين. نعم. هيدا هي اللي بتعمل الوجع. مش الأعصاب تبعة الدماغ. نعم. فهيدا هو السبب تبع الوجع. سبب تبع الوجع هو هالشرايين اللي عم تحكي عنا عنها. نعم. يمكن يوقفنا حديثنا عند موضوع الصداع العنقودي. دكتور يمكن هذا؟ ايه. الصداع العنقودي هو مثل الصداع الشقيقة. نعم. تقريبا أخول الصداع ده. ولكن بيفرق بعوارد معيني. والعلاج تقريبا نفسه قريب كثير لقلو. بس بيفرق بعوارد صغيرة. العوارد المهمة تبعته أولا أنه موسمة. يعني بيجي عند المريض على مدة أسبوع عشرة خمسة عشر يوم وجع كثير قوي. نعم. اللي هو كثير خصوصي فيه هو أنه بتدمع العين. وبحس الواحد أنه الأنف معبه كأنه مرشح هو ومش مرشح. نعم. وزيادة عليه أنه وجع قوي بشكل كثير كثير قوي. بسبب قوة الوجع الحقيقة أقوى. وجعه أقوى من الشقيقة. نعم. ولكن بنفس الطريقة بنفس العوارد. يلي هي وجع الرأس يلي بينفض نفض. يلي فيه غسايان يلي بيضايق من الضوء بيضايق من الصوت. مع وجع بالرأبة وبالكتف. كل هالعوارد هي نفسها بزيد عليها هالتدميع. والعين يلي بتحمر كثير. والأنف يلي شو اسمه. نعم. ممتاز. إذا تحدثنا عن الأسباب. يمكن الدكتور الحساسية تكون سبب من أسباب الشقيقة. وخاصة ده كان موسمية. يعني سيء مثال في في فصل الشتاء. فصل تغير. يمكن جزء منها يكون مش معروف. لحجة يوبك يمكن. ممتاز. الحقيقة مم نعرف. منعرف إنه بيبلش بوقت معين. إجمالا. موسمة. بس بيوصل لمرحلة لسوق الحظ. إنه بيبلش هيك مرة بالسنة مرة بالسنتين. بعدين ممكن يصير مرة كل ستة شهور. ممكن يصير مرة كل ثلاثة شهور. بيصير بيتغير. وبيصير أكتر وأكتر. فكتير أوقات ممكن يوصل ليصير مزمن حتى. مع إنه منسميه الصداع العنقودة بس بيصير مزمن. هالوجع هو نفسه بس معروف. لأن عوارده شوية بتختلف عن صداع النصفي عن الشقيقة. أسباب صداع النصفي. يمكن تحدثنا عن سبب واحد. الأسباب إذا بنا نحكي عن الأسباب الأناتوميكية. يعني هذا. هي يلي قلنا عنه هي هالموجة من الكهرباء. يلي هالعصب بتعبي. يلي بيجي حاولها الشبكة يلي حاولها الدماغ. وعلى الشرايين يلي الأعصاب يلي حاولها الشرايين. يلي بتصير تتقلص وتوسع. هو هيدا السبب. هلأ ليش بيجي. يمكن في أشياء تشيجهم. في شيء يحيج الحصب. في كتير شغلات يلي ممكن تسبب. وهيدا أهم شغلة لما يجي لعنا المريض. نعم. وأول مرة ويكون بعد ما شايف طبيب قبل. هلأ يلي عم ينسحوا شون الشغلات يلي بتزود الصداع النصفي. في عدة شغلات يلي بتزود الصداع النصفي. يلي هي بتكون أساس. أهم شي هو النوم. النوم القليل والنوم الكتير. نعم. كتير مهم الواحد يقدر يعرف كمية الساعات يلي بتلزمه. لما ينام أقل يوجعوا راسه. ولما ينام أكتر يوم الجمعة. ولا أنا مرتاح بدي ضحي بالنومي بفيق مأخر بفيق راسه عم يوجعوا. الجوع كتير مهم. الجوع من الأسباب المهمة. ضروري الواحد يتروق يتغدى يتعشى. مش إنه ولا أنا مشغول هلأ ماني فاضي لح أجل الأكل. لما أجل الأكل إجا الجوع ممكن تجي صداع النصفي. كتار ما بيخترب بالهم لأن بيعملوا عادة بيقولك أنا هيك عم هيك حياتي من زمان بيشتغل ما باكل إلا لأرجع على البيت. بس هيد من الأسباب يلي بتسبب. بالأكل في أنواع كتير شغلات يلي ممكن تزودها يلي هي أهم شغلة هي تشوكلت. كل أنواع تشوكلت. والكاكاو يعني حتى يلي بيحتوه بالحليل. يمكن تهييت. هي من الأسباب الأساسية هي أهم شغلة. هي أهم شغلة بين الأكلات يلي ممكن تزود الصداع النصفي. نعم. المكسرات هي من الأسباب يلي بتزود الشقيقة. كل أنواع. مع أنها تعتبر كليسترول حميد في بعض الأحيان. أنا عم بحكي كضرر ليش الشغلة ما بيضر. بالعكس بيفيد. بماغنيزيوم. وفيكتار أنتديبريسيف حتى نستعمله للأشخاص يلي بحسوا حالهم ضيقين ومعصبين. شغلة بيروقون. صحيح. أنا ما عم بحكي كضرر عم بحكي كشقيقة. كشقيقة نعم. شو اللي بيزود الشقيقة. نعم. لكن شغلة المكسرات أنواع الجبنة المخمرة. الجبنة الفرنسية الإيطالية هؤلاء اللي بيخمرون. اللي بيخبوهن على مدة تيسير طعمتهم طيبة. نعم. البهارات القوية ممكن تسببها. التوم والبصل إذا شوي ما بيأثر. بس إذا كميات كبيرة. نعم. مثل صاندوش الجيجي اللي بحطوا فيها. نعم. نعم. هذه. ما فرح. دغري على السلام. نحن بنكمل أيضا الحديث حول الأسباب. وقدنا أيضا مكالمات. وطبعا الجمهور الكريم طالبين بعض الاستشارات منك. دكتور إذا سمحت لنا. قدنا مكالمة. غنية. سلام عليكم. السلام عليكم. حيات الله يا غنية مش شارقة. الله يسلمك. أنا حبيت أسأل للدكتور. نعم. تفضلي. تفضلي. أنا عندي شقيقة من وانا صغيرة يعني من مدة طويلة. بس كل ما أحس حالي أكبر يزيد عندي الصداع. يعني كأنه واحد ماسك مترقه ويضرب لي فراصة يعني شيء صديع. أدي عمرك حاليا. تسعة وثلاثين سنة. أوكي. بعدك بالعمر يلي الشقيقة بعدها قوية فيه. أحيانا الحقيقة الشقيقة منعرف أنه ممكن تخف. بعد الخمسين والخمسة وخمسين ممكن تخف. بس بتسعة وثلاثين بعده العمر يلي الشقيقة ممكن تقوى كتير كمان لأسباب تانية. يلي هي أسباب الهرمونية. نعم. نعرف أنه أكترية النساء يلي عندهم الشقيقة. نعم. قبل العادة الشهرية بممكن تزيد الشقيقة. وهيدا بسبب تغير الهرمونات. الهرمونات لما تتغير كتير ممكن تزود الشقيقة. ويمكن هيدا هي أحد الأسباب يلي عم تكون عم تزود الشقيقة عندك. ومشان هيك عند الأشخاص يلي عندهم الشقيقة ممنوع يأخذوا الهرمونات أو أحبوب منع الحمل. نعم. هذه تغيرات الهرمونية وأيضا الأدوية الهرمونية أيضا. كل الأدوية الهرمونية ممنوعة. هلأ في وقت أنواع أخف من أنواع. يعني البروجستيرون أحسن من الأستروجين. بس إجمالا كلهم يزودوا الشقيقة. ممتاز. دكتور الآن قدنا التقرير أيضا. نتحدث عن أحدث العلاجات والتقنيات الحديثة. طبعا ما شاء الله نحن يمكن في دولة الإمارات بشكل عام ودول الخليج. لنحرص دائما على وجود أحدث العلاجات في مستشفياتنا. وطبعا نحن لا نتمنى المرض لحد. ولكن في النهاية لا بد من وجود العلاجات الحديثة. التي تساعد في طريقة التحكم في مثل هذا المرض. وعدنا أيضا زميلتنا شهد مهند. أعدت لنا تقرير حول أحدث التقنيات والعلاجات. نتابع معا. ومن ثم لنا عودة مشاهدين الكرام. حياكم الله من جديد. وتحية لكل من انضم إلينا ليتابعنا في هذه الأثناء. ونزلنا مستمرين معاكم مشاهدين الكرام حول مرض الشقيقة أو الصداع النصفي. وضيف حلقتنا في هذا اليوم الدكتور أيمن اللبان. طبعا الدكتور أيمن الشاري أمراض الأعصاب. وأدرى مكالمة أيضا الآن من الأخت مريم من الشارقة. أخت مريم سلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ممكن أحكي مع الدكتور؟ تفضلي. السلام عليكم دكتور. وعليك السلام. ممكن أستبسر دكتور. أنا عمري 35 سنة. من السنة يجعني صداع فجأة. وأريد أن أعرف إنه هاي شقيقة ولا لا. بس صداع فظيع. لا أستطيع أن أناب. ويطول معي تقريبا بالشهور. أرى ثلاثة كثرة دكتور. هناك اثنين قال لي لا مش شقيقة. وفي واحد قال لي لا هي شقيقة. هل يمكن أن تصفيلي الوجع قليلا حتى أستطيع أن أستطيع أن أحذر؟ نعم يا دكتور. والوجع يجعني فجأة نصف من رأسي يوجعني. ويزداد خصون إذا فقت. وإذا فقت. لا أستطيع أن أحكي. أو لا ضروري أضل قليلا. كم دقيقة. لكي أنا أفي أو أقوم أو أعمل أي حركة. لكن بدون غسايان. بدون. يعني أنا أحيث أنه لا أتوجع من الضوء أو من الألوان. بس وجع بس فضيح. وجع فضيح. هل بتحسي بنبض في هذه المنطقة هايدي هون؟ نبض بس وجع بس مش نبض. ما في نبض في وجع. وما بتضيق أي من الضوء. ما بتضيق أي من الصوت. وما في غسايان. غسايان لا. بس يمكن الضوء أو الضوء لا. إذا هيك عم تقوليني لا. مبدئياً هذه مش الصداع عن النصفي. هذه مش الشقيقة. في عدة أنواع. في كتير أسباب للصداع الشقيقة. من السبب الوحيد تبع الصداع. في عنا ميات أسباب الصداع. وحسب كل حالة. شكل تحتى نقدر نحدد. شو هي تماماً. مبدئياً. الشي اللي عم تخبريني. هيدا منه الشقيقة. شو تنصحها دكتور؟ نصحها شو تشوف طبيب استشاري. يلي لح يقلها. حسب الوصف تبعها. حسب الفحص السريري. بقلها شو نوع الصداع. لأن هيدا الصداع. يلي عم تنصف لي. الحقيقة. أنا بشبهه للصداع التوتري. نعم. أكتر. ممتاز. مشاهدين. ابقوا معنا. نأخذ فاصل. ومن ثم لنا عودة. حياكم الله من جديد. مشاهدين الكرام. ما زلنا مستمرين معكم. في نقل حلقتنا لهذا اليوم. عن الصداع النصي. وضع حلقتنا في هذا اليوم. الدكتور أيمن اللبان الساري. أمراض عصبية. دكتور. تحدثنا عن موضوع الأسباب. وطبعاً ذكرنا كثير من الأسباب. ولكن أعتقد أن في عوامل أخرى. مساعدة غير مثلاً موضوع الهرمونات. وأيضاً الأدوية الهرمونية. وأيضاً موضوع الأكل. نتكلم أيضاً حتى عن العوامل الفيزيائية. الحركة الزائدة. الرياضة الكثيرة. يمكن أيضاً تسبب. لا. الرياضة لا تسبب. بالعكس تخفف. تخفف. لكل الأشخاص الذين لديهم شقيق. نحن ننصعهم يعملوا رياضة. الرياضة تخفف من الشقيقة. ولكن عندما تأتي الشقيقة. لا يدرون رياضة. يعني. بوقت الشقيقة. بوقت الصداع. لما يعملوا أي مجهود يزيد الصداع. لما يطلعوا درجة يزيد الصداع. لما أي مجهود يبدون يعملوه. يحسوا أنه بلش يضرب أكتر هالوجب. العصب يضرب نولي. ولكن. الرياضة بحد زيتها. بالعكس. اللي بيعمل رياضة يومياً. بخف عنده الصداع. على المدى الطويل. الرياضة بالعكس من الأسباب. اللي كل مريض عنده شقيقة. لازم يعملوه يومياً. بتبينوا أنه في 60% من عوارد الشقيقة بتخف مع الرياضة. جميل جداً. طبعاً النفسية. كتير مهمة. هذه ما حكينا عنها. التعصيب. الواحد يلي بكتوله الوقت عم يفكر. وتقول الوقت فيه شي شي غله راسه. كمان ممكن تزود من الشقيقة. الكآبة نفس الشي ممكن تزود من الشقيقة. لأن الكآبة هي من الأسباب تبعها هي أنه في مادة بالدماغ بتنزل. لما تنزل هذه المادة بتخلي الدماغ يصير قابل لكل عوارد الشقيقة. وبسرعة. ممتاز. أدنا أيضاً مكالمة دكتور رفعة من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحييك. أنا أبغى أسأل عندي شقيقة وأبني صاير ما نفس الشي شقيقة. هل هي وراثة يعني؟ نعم للأسف الشقيقة أكتر الأوقات بتكون وراسة. بالأخص لما يكون في عدة أشخاص بالعائلة اللي عندهم الشقيقة. ستين بالمئة من حالي. حياكم الله من جديد. مشاهدين الكرام ما زلنا مستمرين معكم في نقل حلقتنا لهذا اليوم عن الصداع النفسي. وضع حلقتنا في هذا اليوم بالدكتور أيمن اللبان الساري أمراض عصبية. دكتور تحدثنا عن موضوع الأسباب. وطبعاً ذكرنا كثير من الأسباب. ولكن أعتقد أن هناك عوامل أخرى مساعدة غير مثلاً موضوع الهرمونات وأيضاً الأدوية الهرمونية وأيضاً موضوع الأكل. نتكلم أيضاً حتى عن العوامل الفيزيائية الحركة الزائدة الرياضة الكثيرة يمكن أيضاً تسبب. لا الرياضة لا تسبب بالعكس بتخفف. تخفف. لكل الأشخاص يلي عندهم شقيق نحنا ننصعهم يعملوا رياضة. الرياضة بتخفف من الشقيقة ولكن لما تجي الشقيقة ما بيعود يقدرون رياضة. يعني بوقت الشقيقة بوقت الصداع لما يعملوا أي مجهود بزيد الصداع لما يطلعوا درجة بزيد الصداع. لما أي مجهود بدون يعملوا بيحسوا أنه بلش يضرب أكثر هالوجب. ولكن الرياضة بحد زيتها بالعكس يلي بيعمل الرياضة يومياً بيخف عنده الصداع على المدى الطويل. الرياضة بالعكس من الأسباب يلي كل مريض عنده شقيقة لازم يعملها يومياً. تبينوا أنه في ستين بالمية من عوارض الشقيقة بتخف مع الرياضة. جميل جداً. طبعاً النفسية كثيرين أهمة. هذه ما حكينا عنها. التعصيب. الواحد يلي بتقوله الوقت عم يفكر وتقوله الوقت في شيء يشاغل له راسه. كمان ممكن تزود من الشقيقة. الكآبة نفس الشيء ممكن تزود من الشقيقة. لأن الكآبة هي من الأسباب هي أنه في مادة بالدماغ تنزل. عندما تنزل هذه المادة تجعل الدماغ يصبح قابل لكل عوارض الشقيقة وبسرعة. ممتاز. أدنا أيضاً مكالمة دكتور رفعة من السعودية. السلام عليكم. أي وعليكم السلام أكل. حياة الله يتفضلي. الله يحييك. أنا أبغى أسأل عندي شقيقة وأبني صاعد معي. نفس الشيء شقيقة. أه. هل هي وراسة يعني؟ نعم. للأسف الشقيقة أكتر الأوقات بتكون وراسة. بالأخص لما يكون في عدة أشخاص بالعيلة اللي عندهم الشقيقة. ستين بالمية من حالات الشقيقة فيها وراسة. بكل الأحوال هي وراسة بالمية مية حتى لو ما حدا بالعيلة. يعني شغلة موجودة بالكروموزوم طبع الشخص. معروف حتى أي كروموزوم هو السبب بالشقيقة. نعرف أي واحد هو السبب بالشقيقة. فنعم هي وراسية. وراسية. أخترفع فيه سؤال ثاني؟ أيوة طيب. هو عمره الحين ست سنوات. يعني أنا كيف أبدأ أتعامل معه أو. لأنني لما أشوف يعاني اللي أنا أحزن على الوضع هذا. هل هناك سؤال غير هذا؟ أخترفع؟ لا يعطيك العافية. الله يقويت. شكرا جزيلا. شكرا. إن شاء الله الإجابة. هلأ الأطفال اللي عمرهم ست سنوات. كثير من نشوف أطفال اللي عمرهم ست سنوات وعندهم الشقيقة. الحقيقة مثل الكبير. منفكر ولكن مش نفس الأدوية طبعا. نعم. معنى أنه لما يكون الصداع خفيف ومش كثير مرات. مش عدة مرات بالشهر. منفضل ما نعمل شي. وأقصاها نعطي حبة بنادول. بمشي الحال أو نروأه أو نخليفه وتنام ويرتاح. لما نصير كثير كثير شفنا حالات يلي كثير. يعني الولد كل يوم كل يوم كل يوم عنده صداع. وهالصداع عم يمنعه حتى يقدر يمارس المدرسة. يقدر يدرس. يقدر يعمل كل شي. بهالحالات هايدي لأ منفضل نعطي علاج. وفيه علاجات يلي خصوصي لأولاد الصغار. وممكن تنعطى بدون ما يكون في عندهم عوارج جانبية. ممتاز. الآن مثل ما ذكرنا الآن ست سنوات بممارسة الرياضة أيضا دكتور. ممكن أن تخف عن هذه الحالة بالمشي بكذا. ولا تشوف الأمر صغير على موضوع الرياضة؟ صغير على موضوع الرياضة. لا يمكننا أن نجبر ولد أن يعمل الرياضة. لأن الولد أصلا يحب أنه طول الوقت يلعب وينوت. وهذه رياضة. وهذه رياضة الولد. فعم يعملها. لكن ما عم يقدر يعملها لأنه وجع راسه كثير قوية اللي بيصير كل يوم. فهذا الولد ما بنقدر ننصحه النصيح. يمكن موضوع التغذية. نقدر ننصحه طبعا بالتغذية. نقدر ننصحه أنه يوقف كل الولد. بيأكله شاكلت كثير. بيأكله البنبون كثير. يعني فيه بعلبه مواد كيميوية. بيأكله بحطه مع الحليب بحطه الكاكاو. بيأكله طول الوقت الفستق والمكسرات كلها. هؤلاء كلها أسبابي اللي ممكن نزود الشقيقة فمننصح بهذا الشي. الآن دكتور أيضا عندنا كلامك جميل جدا. وبالتالي دائما ننصح بالأكل الصحي لكل أعمار. وعندنا أيضا مشاهد الكرام الفقرة التالية. فقرة الغذاء الصحي الذي أعدته لنا الدكتور نجلاء درويش عبيد. أخصائي التغذية السريرية. ومن ثم لنا عودة بعد المتابعة. كل الشكر والتقدير للدكتور نجلاء على ما قدمته لنا من معلومات مفيدة. وما زلنا مستمرين معكم مشاهد الكرام ومع دكتور أيمن اللبان الساري أمراض الأعظام. دكتور موضوع التغذية والقهوة وغيرها من هذه الأمور الآن يعني نتحدث عن فوائد يمكن بعض الناس تجلاء. والله اللي حكيته دكتور نجلاء كثير مزبوط. نعم. بناحية التغذية أهم شي الواحد يكل الخضرة. نعم. طازجة. ما يكل الشغلات اللي اللي فيها ملونات اللي فيها حافزات كلهم هول ممكن يزودوا الشقيقة. نعم. من ناحية القهوة، القهوة نيحة للشقيقة ولكن بدون ما الواحد يزود. يعني في حد معين. تنصح بشرب القهوة؟ طبعا. للي عنده شقيقة مننصح بشرب القهوة بس ما يكتر. لما يكتر يعني كثرتها مثل النوم. نعم. كثرتها بيسبب الشقيقة وأنه الواحد ما يشرب قهوة بتسبب الشقيقة. يعني عند الأشخاص اللي عندهم الشقيقة منقلهم يشربوا قهوة. القهوة بتخفف من عوارض الشقيقة. أصلا بكل الحبوب تبعة الشقيقة اللي بتم بيع بالسوق بيحطوا فيها شوية كافيين. لأن الكافيين بيعرفوا كل المختبرات أنه بتخفف من الصداع. نعم. ممتاز. الآن دكتور العلاجات المتوفرة حاليا. العلاجات أهم شيء نعرف كم مرة بيوجعوا راسه الوريد. يلي والله بيوجعوا راسه ثلاثة أربع مرات بالشهر يوم واحد. ما عم تأثر على عمله. ما عم تأثر على حياته اليومية. هيدا فيه دوء أدوية. يا إلا الأدوية تبعة الوجع. يا إلا الأدوية اللي عادة معروفة الكل بياخدوها. ولكن فيه أدوية خصوصة بتأثر على السبب تبع الشقيقة. هيدا مخصوا بالوجع وما بتشتغل إلا على الشقيقة. هول إذا الواحد أخدها بأول الصداع عشرة ياخدها بأول الصداع أو حتى قبل ما يبلش الصداع عند يلي عندهم الأورا يلي حكينا فيها بالأول. إذا أخدها بهالوقت كل الهجمة تبعت الشقيقة بتبطل تجيه. كل يام بتوقف. هيدا للي عنده عدد قليل. للي عنده عدد كثير من الهجمات الصداع سعتها أفضل ياخدوا علاج. العلاج طويل حوالي سبت شهر لازم ياخدوه. هيدا العلاج بيخفف كثير من. لغ البوتوكس ولا غير؟ عم نحكي علاج حبوب. حبوب. حبوب بيخفف كثير من العوارد تبع الشقيقة. بيوقف الحالات بيخفف حتى من الانتنسيتي تبعتها. وفي عندنا طبعا الشغلات الجديدة. البوتوكس هي أهم مواحد بينتهم هلأ يلي فعال جدا جدا. وبالمستقبل تحت الدراسة وقريبا جدا لح يطلع صاروا بآخر فايز من الدراسة تبعته. يلي هو في نوع من أنواع تبين أنه في مادة معينة هي يلي بتسبب الشقيقة. هذه المادة معينة إذا حقنا دواء بيوقفها. أنتبادي. نعم. بيوقفها ساعتها بتخف الشقيقة. فهيدي هول تحت الدراسة قريبا جدا لح ينزلوا على السوق. بيصير الواحد بيعمل إبري واحدة بالشهر. هالإبري بتوقف الشقيقة بمعدل 80 بالمئة. خلال هالفترة خلال الفترة. خلال فترة كل شهر المفروض وحد يرجع يعيدها. نعم. فالمهم أهم شيء كم مرة عم يجعوا راسه الواحد. قديش حدة الوجع. وهل عم تأثر على حياته اليومية ولا لا. يلي ما عم تأثر على حياته اليومية. والوجع خفيف ومتحمله وماشي حاله. وفيكتار يلي عندهم الشقيقة من سنين. وحتى كمان تجيون عدة مرات. بس عايشين معه ومنهم مضيقين. هول بفضل أنا نجرد دائما ما نعطي أدوية إذا بنقدر. بس للأشخاص يلي عم تأثر على حياتهم اليومية. دائما بنحط على الميزين. شو الإيجابة وشو السلبة. إذا لأينا الإيجابة أكثر من السلبة. الدواء إيجابة أهم بنعطي الدواء. لأينا أفضل ما نعطي الدواء ما بنعطي الدواء. هيدا أهم شيء بالعليل. نصائح دكتور. للي على الأقل عدم بوادر الإصابة بالشقيقة. يلي عنده بوادر الشقيقة. والشقيقة ما نزعجته. نعم. وتعايش هو إياها ومساحبة. ما في مشكلة. نعم. لا تزجع. لا يلي عنده الشقيقة كتير قوية. نعم. أهم مقاعدة. بتذكر مثل كتير مهم بالشقيقة. نعم. يلي عنده الشقيقة أهم شيء يعيش حياة منتظمة. نعم. حياة نفس الشي دايما. ذكريًا يجعلち كيضا incident. ويمن يلي تذيير يصنع أقل طريقة زيادة يأتي الصداع. يوم يلي يبلغ زيادة يרג الصداع. يوم يلي يبلغ زيادة ي يريد الصداع. أي يوم يلي يرغезж بيطى وفي الصداع. أقلة تغير بحياته يسبب الصداع. فحياتي اللي مريض الشقيقة لازم تكون دايما نفس الشي يحاول ما يغير فيها كتير كل ما يغير فيها شغلة معينة بحياته تتغير بتزيد الشقيقة ومعظم الحالات الإصابة بالشقيقة يمكن عند النساء وبالتالي هذا اللي على الأقل إذا كانت هذه المعلومة صحيحة محتاج من الطرف الآخر من رجال لهم شوية طولون بالهم وبالتالي يعني هذه بكل الأحوال نعم صحيح بكل الأحوال نعم صحيح الله يقويك إن شاء الله دكتور كل الشكر والتقدير للدكتور أيمن اللبانس الشاري أمراض العصاب على هذه المعلومات القيمة والمفيدة التي قدمها لنا مشاهدينا إلى هنا نختم حلقتنا في هذا اليوم على أمل لقاء بكم بإذن الله في حلقات أخرى قادمة دمتم في صحة معافية